من دون سابق انذار قوات حكومية وميليشيوية تقتحم منطقة البكرية وتقوم بتجريف الاراضي الزراعية ولم تكتفي بذلك بل امرت اصحابها باخلاء منازلهم جماهير منطقة البكرية احنا صارنا 50 سنة متعتنين على القانون 117 وعندنا بيها جايز بنار وهي منطقة زراعية ومستثمرية فسيجوا مكافحة الارهاب نريد يأخذوها منطقة البكرية منطقة حالة حالة المناطق الزراعية ببغداد والمحافظات منطقة بيها بس الفلح اللي موجودة وناس اغلبهم كسبة تيجت الحكومة ما نعرف جهة يقولون انه هي الجهاز مكافحة الارهاب جرفت بعض المناطق الزراعية مالتها وتريد تطلحهم خارج هذه المنطقة زيان احنا هاي وين تروح هاي الناس اذا هجرت من مناطقة وين تروح يعني هاي القضية قضية مشابهة الاكثر من منطقة ببغداد والمحافظات اين يذهب المهجرون هذا ليس من شأن الحكومة فغيرهم الكثير مهجرون منذ سنوات عدة وتحولت مناطقهم الى ثكنات عسكرية ومستودعات ذخيرة للميليشيات اجدت احد الجهات المدعومة من الدولة اجدت لغلق منطقة البكرية اجدت سدت الشوارع اجدت تريد تتفلش يعني ليش دتفلش انت يعني على شن دتفلش هي منطقة وسكنية والله شن دي يريدوها دي خلوها الغير جه ينطوها يعني دي يبدل واحد بواحد يصير تبديل واحد بواحد يعني انا كنا عراقين انا اجيب واحد افلش بيوت واطلع اهجر عوائل وعلى متشن ابني غير مكان ماكو شي هنا بيت القصيد التغيير الديمغرافي الذي لن يترك منطقة عراقية الا ويعبث بتركيبتها السكانية ويهجر اهلها وخصوصا يتم التركيز على حزام بغداد عبر اياد ملشاوية وهندسة ايرانية بدوافع طائفية وخطط تخريبية